في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون وتبادل الرؤى مع الدول الشقيقة والصديقة قامت هيئة الاستخبارات العسكرية بتنظيم الحوار الأمني لملحقي دفع الأجانب المعتمدين بالقاهرة لاستعراض الرؤية المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية والاستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب وخلال فاعليات الحوار الأمني القلوى أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة أكد خلالها الدورة الحيوية الذي تقوم به مصر في المنطقة وأيضا الجهود المستمرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما أشهد بالدور البارز الذي يقوم به ملحق الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة وأهميته البالغة في دعم ودفع علاقات التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة للدول يأتي ذلك في ضوء مساعي القوات المسلحة لتقوية الروابة الوثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين وبحث أفاق التعاون المشترك في شتى المجالات بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية